عودة لسلسلة القراءات الشهرية ده أنا وإنت بنحبها ورجعنا النهاردة بفيديو مليان حصريات لأنه فيديو قراءات شهر يناير اللي كان مليء بحصريات معرض الكتاب 20-24 فتعالا أقول لك النهاردة على 13 كتاب قررتهم في شهر واحد يلا بينا الحقيقة قبل المعرض أنا ببقى متقلق متقلق لأن أنا بقرأ كمية من الكتب غير عادية با زي ما أنت شايف في شهر يناير أنا قريبت 13 كتاب عشان حصريك معرض الكتاب تعالا نهاردة هندردش فيهم كده وهديك بريف أو ملخص سريع لكل واحد فيهم بس الأولى فكارك احنا بنعملين ده فيديو قراءات شهرية مجمعة زي ما احنا متعودين بكلمك على كل كتاب أنا قريبته بترديب قراءتي للكتاب ده أول كتاب هتكلم عليه هو أول كتاب أنا قريبته في هذا الشهر وآخر كتاب هو آخر كتاب في ترتيب القراءة ثاني حاجة أن معظم الأعمال دي لها براكعات تفصيلية على قناة كوكب الكتب ويسيب لك اللينك بتاعي في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا وتالت حاجة أن معظم الأعمال دي برضو هتلاقيها موجودة على موقع وطبيق قراءة هتنزل في اللينكات الموجودة في الديسكريبشن ومثبتة في أول تعليق وتختار الكتب دي أو أي كتب تاني أنت عايزها من منتجات الموقع كتب أو غيره أصلية طبعاً وتدخل الكتب بتاعنا وأنت طارق إز بالإنجليزي كابيتل بدون فاصل تاخد خصمة 15% على كل منتجات الموقع على كل أوردر بتاعك غير محدد بعدد معام مرات الشراء أو بحجم الخصم أو بالمنتجات وتوصيل طبعاً لحد باب البيت وتعالي نتكلم في كتاب كتاب من اللي أنا قررتهم في هذا الشهر وخليني نبدأ بأول كتاب أسامة المسلم هذا ما حدث معي هذا ما حدث معي هي مجموعة قصصية رواية متولية بتكنيج غريب جداً في الكتابة لو لمش فهم ممكن تروح تفرج على مراجعة حيزة العمل أسلم لك الليكات في الديسكريبشن وفي الكارد ولكن لو لمش تروح تفرج على الفيديو الطويل ده تعالي أقول لك منخص القصة والنقاط العجبين نبدأ قصة هذا ما حدث معي باتنين أصدقاء واحد فيهم يرشح صديقه للعمل في محطة إزاعية أثناء مقابلة الدخول للعمل بيحصل شد وجذب ولكن صاحب المحطة بيعجب بالشخصية ويعرض على الشخص الغامض مجهول الاسم بالنسبة لنا وظيفة مزيع في برنامج إسبوعي يستقبل المكالمات من المتصلين ويتحدث عن الغرائب مع الوقت والمكالمات بنبدأ نستكشف اطلاع المزيع على المورائيات وإزاي بيحلل المكالمات من منظور خوارقي ونكتشف مع الوقت إن الرجل ده تلميذ خوف بطل أسامة المسلم الأول لا بالتلميح يعني تتطور الأحداث والمزيع يستقبل المكالمات وراء بعض البرنامج يكسر كل حدود النجاح يترقى ومرتبه يزيد ولكن تبدأ تتحطى عليه قيود في الرد على المتصلين منها عدم الإفتاء أو المعالجة بالخوارقيات توصل له تهديدات مخيفة ولكنه يكمل لحد ما يوصل قرار سيادي بوقف البرنامج لا مش الوقف بس ده إلغاء دائم وإيقاف المزيع عن العمل بل وسجنه لفترة طويلة بعد جزء من فترة العقوبة بيتعرض عليه عرض لا يستطيع رفضه منظمة غمضة حتخرجه من السجن وترجعه شغله بل وحيبقى مدير المحطة بالكامل ولكن لو رفض حيتقتل في نفس اليوم إيه اللي حيحصل للمزيع؟ مين المنظمة الغمضة؟ ومين اللي بيهدده؟ إيه رابط الكتاب ده بالتحديد بالعالم السينمائي للكاتب أسامة المسلم؟ هذا ما حدث معي عمل فريد خارج التصنيف رواية أم متتالية أم مجموعة قصصية أم كل ما سبق خط درامي ممتد من أوله لآخره يربط مجموعة من القصص المتمثلة في الفكرة اللي هي مكالمات المشاهدين عن الخوارقيات اللي في منها خلي بالك يقع تحت حاجة مش كتير قوي في الأدب العربي وهي بند أدب الاعتراف فيها العديد من القصص الممتعة ولكن الأم تعربت الكتاب ده بسلسلة خوف وكتاب الدوائر الخامس وده على سبيل المثال للحصل والربط ده بيتجلى في النهاية بالتحديد اللي كانت مثيرة جدا وأشيد بها للغاية وأشيد بالحوار الفلسفي اللي اتعامل مع آخر متصل بالتحديد عن الرحمة والمغفرة والإنسانية إيه العمل التالي مصطول سكران حشيش وبيرا أخته بتحاول تجوزه ولكنه معقد من الزواج بسبب تخلي حب عمره عنه بنشوف من ناحية تانية فادية اللي راجعة من باريس وهي بتتذكر فلاشباك لذكراتها مع أبوها وبيتكلموا على عملات ورقية لقوا جزء منها قبل وفاته لما بتنزل بتطلب خدمة سيارات من المطار حاجة زي أوبرا كتا بيكون السائق هو آدم نفسه بتطلب منه يطلع معاها رحلة خطيرة لمنطقة عشوائية عشان تشتري من شخص ما أول جنيه مصري ورق اللي صدر سنة 1898 وبنفهم إنها بتجمع العملة دي لغرض معين وفي جهة تانية بتجري وراها وبتنفسها وتحاول تاخدهم قبلها وتبدأ تحصل تهديدات لأي حد يملك الجنيه تهديدات لدرجة فوق الوصف تهديدات توصل للخطف والتهديد ويمكن القتل الله إيه سر الجنيه اللي فادي عايز تدفع فيه 15 ألف يورو وليه فيه منافسة شرسة للحصول عليهم لأنه هم سبعة وإيه الرابط اللي ما بينهم وبين الرسالة اللي في ظهر الكتاب والسؤال الأهم إيه ارتباط أبو جمالين بكلز الملك فؤاد أبو جمالين عمل سريع الإيقاع إلا في جزء الأول يميل لشكل السيناريو عن الرواية مع تقطيع مشاهد سينيمائي وتحكم في حركة الشخصيات واستخدام الحوار لتحريك الحبكة بدل السرد واعلقة رومانسية لطيفة تعتبر دافع إضافي للأبطال غير الفكرة الأساسية القائمة على المغامرة وحل الغاز مع الإثارة والأكشد المتصاعد على مدار الرواية لحد القسم الأخير مع لمسات كوميدي خفيفة غير مقحمة بلتواء لطيف قرب النهاية وتطور منطقة الأبطال الجانب الشرير كان محتاج دافع أكبر تقليل الحوار كان ضروري لأنه يتجاوز ستين في المائة من الرواية الكاتب يمتلك أدوات ممتازة متمثلة في تكسيد الشخصيات والأماكن وأشيد بحل الغاز اللي بتوصل للغاز مما حافظ على انتباهي كويس وكمان أشيد بتوظيف التاريخ والأماكن التاريخية بدون إسهاب المحتاج شرح بنشرحه على قده لكل الكلام ده أنا استمتعت ومنتظر عمل الكاتب القادم وأتمنى ناخد بالنا من الحاجات البسيطة العامل التاني برضو اللي كان مفاجأة لأنه كان تغيير جلدي شامل وكامل للكاتب محمد فؤاد رواية صار خط الرجل الذي تلقش تعالى كده ندردش شوية كده عن الموضوع وليه كان ثوري ولكن أنا أفضل أنطرح تفرجع ما راجع على في البيسكريبشن وفي الكاتب بنبدأ أحداث روايتنا مع آدم اللي وصل لعيد ميلاده الأربعين وبيقف عند لحظة يتساءل عن أحلامه الضائعة ليسكت وساب نفسه تحت السيطرة الكاملة لأمه اتحط في قالب مرسوم ليه مسبقا الوظيفة هي الأمان تخلى عن حلم الكتابة يا ولد انت كبرت لازم تتجوز عشان القطر ما يفوتك شي خد البنت رانيا بس أنا بحب ياسمين مفيش الكلام ده انت عايز تخيب زي أبوك اللي اختفى في جبال الهاملايا من غير أثر وهو بيجري ورا صرابه فيرضخ آدم ويتحول لدمية مع دومة الحيلة ولكن في يوم عيد ميلاده بتنقلب حياته رأسا على عقب مراته بتخونه ويلقي شبح من ذكرياته مع أبوه وهي رواية غير مكتملة اللي هي صرخة الرجل الذي تلاشى لكن اكتشف انها مش مجرد رواية لا دي مذكرات أبوه أيوب اللي بتكشف أسرار علاقته بالعائلة الملكة في نيبال ايه ده ازاي يعني فيتقرر يتبع خط السير ويشوف ايه اللي حيحصل ايواء ايه اللي حيحصل في نيبال رواية صرخة الرجل الذي تلاشى رواية نفسية فلسفية غامضة تخترق أغوار النفس البشرية بشخصية أيقونية هي محور الرواية وأهم نقاط قوتها شخصية ثري دي سلسية الأبعاد كما يقول الكتاب نجح فيها الكاتب يغير جلده ويقدم نفسه بشكل مختلف خالص عن الفانتازيا الملحمية في الكتاب اللي فات يبين قد ايه هو متطور ومتحور 180 درجة والنتيجة مبهرة بنهاية قوية باترة وتطور أحداث غير ممل رغم تصميمها النفس الفلسفي كل حاجة فيها مصممة بعناية عشان تبعلك الإحساس المقبض الاسم الغلاف الصوت الصورة أسماء الفصول دي فحتى كده البحث في قلم النفس والفلسفة والجانب التاريخي والجغرافي لما كان مش مطروق زي الهمالايا ونبال كل ده نجاح نو يخليك تتفاعل وتحس وده صعب يا صديقي عمل قوي يخليني أقول أني منتظر عمل الكاتب القادم بشغف آه أسمت بقى العمل قنبلة السناني كيف بدأ الرعب محمد أسود الرواية دي لا دي مش رواية أنا آسف دي كتاب يطلع منه عشرة خمشرة رواية مش فاهم تعال فاهمك فيه نقاط سريعة جدا عن الكتاب بس الحقيقة أنا أفضل أنت تروح تفرج على الفيديو لأن أنا بكلمك على كل حاجة فيه بالتفصيل ومن جارحة من بعد المقدمة هتلاقي الكتاب مقسوم لست فصول ضخمة تحت كل فصل عدد من المقالات بتختلف فيه العدد والحجم حسب الموضوع الفصل الأول بيتكلم على المزؤوم الفصل الثاني بيتكلم على الزومبي الفصل الثاني بيتكلم على الدفن حيا الفصل الرابع مش هكلمك على محتوياته بس هقولك اسم شايف اللي أنا شايفه حط تحت دي حاجات كتير بقى الفصل الخامس على الفضائيين أو الزيارات الفضائية أو الزيارات الغمضة والفصل السادس الجن والشياطين والاستحواز وبعدين خاتمة بتوعدنا بتلميح كده إن ممكن يبقى فيه كتاب تاني في نفس الموضوع وأنا متحمس جدا وبعدين المصادر آه نقف هنا شوية بقى مصادر آه مصادر الكتاب معتمد بشدة على المصادر والصور والمراجع دي بقى كانت مفاجأة لكنها مش صارة قوي الحقيقة أحلام نقل سويدان أحمد عبد العزيز خائب كبير جدا 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 فكرة ممتازة ولكن تطبيق في مشاكل إزاي؟ تعال أقول لك ليه في مشاكل؟ وإيه المشكلة الأساسية اللي فيه؟ ولكن أنا أفضل برضو نحصل رجع الفيديو الطويل ده لأن أنا بحلل الموضوع من تقنيات أكاديمية مهمة بتبدأ رواية أحلام نقل سويدان للكاتب أحمد عبد العزيز بعد مشهد بداية قوي مميز هنتكلم عليه بالتفصيل بيورينا بعد كده الكاتب الأستاذ نقل سويدان نفسه معلم متقاعد قاربة السبعين عايش حياة هادئة في بيت صغير في مصر الجديدة روتين يومي استيقاظ مبكر عصير برطقان زوجة طبيبة طيبة محبة بنت بتعمل في الهيئة العامة المصرية للكتاب ولد مسافر أصدقاء قهوة المعاشات حياة ما فيهاش جديد مبارح زي النهاردة زي بكرة مفيش حاجة تملع فراغه ولكن فجأة حياته بتتقلب بدون مقدمات بيجي له ضيف يقول له أنا حفيد 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 حفيدك من المستقبل البعيد جدا جاي لك عشان تساهم في إنقاذ البشرية من منظمة اليد السوداء اللي حاولت العالم لضمار شامل غير قابل للإنقاذ إلا بمحاولة بس أنا راجل عجوز في إيدي إيه يعملون هتروح مجموعة من الرحلات للماضي تغير أحداث تمنع التسلسل الزمني في محاولة الإنقاذ المستقبل صورت تسعتاشر الفاطميين تحاول تمنع الرثمانيين من دخول مصر يا طارى بقى الرجل السبعين ده حيقدر ينقذ العالم إيه الأثار المترتبة اللي هيعمله في الماضي إيه سر الرواية اللي بتتكتب أحداثها جو أحداث روايتنا وممكن تأثر على تسلسل الرواية دي كلها ومين هو الكاتب اللي بيكتبها وهل دوره مؤثر ولا مجرد كاتب والسؤال الأهم إيه هي أو مين هي أحلام نائل سويدان فكرة جيدة ولكن تطبيق في مشاكل بل الكثير من المشاكل توقع النهاية بدأ من بدري الغرس ما تعملش بشكل مستتر ما كانش فيه القدر الكافي من الغموض عشان يسمع في النهاية وتحصل مفاجأة نحاول ترطق النهاية وبالتحديد إعادة التدوير برضو ما عجبتنيش حستها مصطنعة مع حوار كثيف جدا 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 في أول الرواية وجرعة رومانسية كتير جدا 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 برضو في الأول خلت البداية بعد المشهد الافتتاحي العالي جدا بطيئة جدا ولكن في مذاكرة ممتازة للعصور التاريخية صور 19 فاطمين مماليك وغيرها الشكل المستقبلي اتكتب باسلوب سردي ديستوبي ممتاز ولكن التوقع اللي بدأ من الأول وبدري بواز الدنيا يعني مثلا في مشهد محكمة في الرواية دي أنا كنت عارف اللي هيحصل فيه بالتفصيل وبرضو بأكد إن مش لوحد أعتقد إن دي واحدة من أفضل الرواية التاريخية اللي أنا قارتها مؤخرا قاهر الملوك حصرية جديدة كلمت على كل تفاصيلها في المراجعة لفي الدسكريبشن وفي الكارد ولكن لو مش هستو رح تفرج على الفيديو الطويل الداسم ده تعالى لو لكم نوخص القصة والنقاط العجب بنبدأ قصة قاهر الملوك بمشهد خاطف سريع مكتوب حلو للغاية الطفل بيكلم نظام الملك بيقوله إن والدي كان راجل شجاع وأنا عايز أكمل مسرته يرد على النظام يقوله لما تكبر تبقى معايا وتكمل بعد أبوك الله يرحمه يقوم الطفل في مفاجأة غير متوقعة يقوله ومين قالك إنه ميت ويطلع سكين يقتل نظام الملك ده لإن الطفل ينتمي لطائفة الحشاشين اوبا اشتريت يا معلم اوعى المفاجأة بداية عظيمة نسيب هنا بقى ونروح منغوليا عشان نشوف قصة صعود حقيقية كما يقول الكتاب شخصية تيموجي اللي بيتعرض للغدر من عمه اللي قتل أبوه من أجل السلطة وألقى بيه في البرية بنشوف إزاي بيتغلب على ضعفه بيجمع القبائل تحت لواء القوة ويستعيد السلطة ويسيطر على البلاد بعد الكثير من المؤامرات والخيانات والصراعات مع دول الجوار زي الصين عشان نكتشف اننا كل ده بنشهد سطوع نجم قائد تاريخي غير شكل العالم وهو جانكيس خان نسيبه ونروح للدولة الخوارزمية عشان نعرف كل حاجة عن نشقة وظروف حياة علاء الدين محمد الخوارزم شاب التاني صاحب الدور التاريخي الشهير في الاحتكاك بالمغول ونسيبه ونروح لإيران أو بلاد فارس عشان نتعرف على جارح اللي قتل نظام الملكي في أول مشهد من أول ميلاده يمكن من قبلها كمان والظروف الصعبة اللي وصلته للانضمام لجماعة الحشاشين اللي وصلته للانضمام لجماعة الحشاشين في سن صغير ونفضل كده ناخد شخصياتنا تناولها بالكامل من أول خطها الدرامي لحد ما نوصل لنقطة طلاق الشخصيات والخطوط الدرامية الملحمية اللي تكلمنا عليها واللي ما تكلمناش عشان الحر عشان نسأل إيه علاقة جارح بجانكيس خان بالخوارز مشاه بالشخصيات اللي ما تكلمناش عنها إيه هو السر في جود التصميم هذه الرواية بالتحديد إيه اللي خلى المغول يتحركوا ناحية العالم العربي والسؤال الأهم مين هو قاهر الملوك رواية قاهر الملوك للكاتب محمد بهاء الدين هي عملوا الروائي الأول يا سادة إحنا أمام ظاهرة فهي رواية تاريخية محكمة شديدة القوة والدسامة عن فترة تاريخية تم استهلاكها درسناها كلنا في فترات تعليم مختلفة إنك تنجح تعيد تقدمها لناس عرفاها كرواية متفجرة متعددة الشخصيات المحورية وكثيفة الخطوط الضرامية إنك تثير فضولي بمشهد افتتاحي عبقري تخليني أقرأ 488 صفحة في 3 جلسات بالعدد وفي موضوع أنا عارفه إنك تخلق شخصيات من لحم ودم كتاب المدرسة قدمها لك أبيض واسود المغول وحشين اسود العرب أو المسلمين أبيض إنك تخلي ده رمادي بشري تخليني قادر أتفاعل معاه إنك تخلي كل ده في عمل روائي عذب إن لم تكن دي موهبة وشطارة الكاتب الجيد فما هو تعريف الكاتب الجيد في رأيك اسمت تاني بس مش لوحده محمد اسمت وباسم الخشن كتابة ضحى صلاح وأحمد صلاح المهدي تحرق أربعة من أقوى كتاب الشباب اللي على الساحة لما يجوا يكتابعوا يعملون رواية واحدة تبقى عاملة إزاي تعال أقول لك ملخص القصة والنقاط اللي عجبتني ولكن طبعا فيه تفاصيل أكتر في المراجعة اللي في الديستريبشن وفي الكارد من هنا تبدأ روايتنا في إمارة راس الخيمة سنة 1972 ليلة انضمام الإمارة للاتحاد صياد لقلق بينزل في المياه يصطاد في توقيت غير الموسم ويطلع يقول كلمة غامضة كده معناها إنه نزل عشان يتأكد إنهم محبوسين هم مين اللي محبوسين؟ نسيبهم هنا ونقفز للمستقبل 2012 عشان نقاب العاصم اللي هرب من حياة واقفة ساكنة واستقر في راس الخيمة بيشتغل في محل بيع أدوات رياضية في قرية سياحية اسمها الجزيرة الحمراء قبل موعد الإغلاق بفترة وجيزة يدخل عليهم اتنين زباين مستعجلين واحد هندي والتاني مصري ضيق الخلق نافذ الصب عايزين يشتروا أفضل المعدات الرياضية اللي عندهم وبنعرف إن المصري ده خبير في المورقيات والسحر وما إلى ذلك يروح عند قصر مهجور في مسافة قريبة نسبيا السحر يعمل تقوص غريبة ولكن يغلط وتبقى آخر غلطة في عمره بنسيبهم هنا ونرجع لعصام اللي بيعاني من حانين للوطن يقابل جاره كاتب كويتي يعاني سدة الكتابة بس عصام لسه مش مرتاح في حياته ولا حتى في نمته بسبب جاره اللي بيقطع جسد فتاة أو الفتاة اللي قابلها في المتجر مش عارفة مقاسها وبتاكل الكرتون والقصر المهجور اللي تتمحور حواليه كل المصايب والكوارث والسحر ويمكن القتل مين هو الكاتب اللي بيكتب روايات رعب تتحقق أحدثها بعد سنة رواية جريمة الجزيرة الحمراء للكاتب باسم الخشن ومحمد اسمط عمل فريد يمزج ما بين الفنتازيا والرعب والغموض والإثارة وما بين اسلوب الخشن واسمط في معظم الأوقات أنا معرفتش أفك طلاصم مين كتب إيه؟ عجبني جدا لاستعانة بالأساطير المحلية الخاصة بالمكان الجديد اللي احنا رحناه ودمجها في إطار جديد سريع الإقاع يرتفع فيه جرعة الأكشن والإثارة بشدة قرب النهاية اللي جاءت مفاجأة بكل المقاييس وعجبني جدا ربطها بعوالم عسمط عودة للروايات الرومانسية عشان بتقولي أنا ما براجعش روايات رومانسية الطفول الحمصي في الحب أشواق وحكاية اللي كان معانا فيها ضيف مهم جدا متخصص في الرومانسية تبقى تلك الفيديو في الدسكريبشن وفي الكارد بس برضو ممكن تتكلم بسرعة على ملخص القصة والنقاط المهمة اللي فيها رواية في الحب أشواق وحكاية اللي كاتبة الطفول الحمصي رواية اجتماعية رومانسية ممتعة نظيفة صالحة لكل الأعمار بتتناول عدة خطوط درامية وتشابكات ممتازة في الحبكة من أول الرواية لحد آخرها وبتحافظ على انتباه القارئ حتى لو مش بيميل قوي للنوع ده والدليل على ذلك إنها نجحت في إنها تخلي قارئ زي حاليتي يبقى مبسوط وغير قارئ زي حاليات مراتي يبقى مبسوط المراتين ما بتقراش جر وصفات أكل أو روايات رومانسية لما أنا بديها لأوش مع مذاكرة ممتازة للمجتمع المصري وتحديدا البيئة الريفية العادات والتقاليد ترتيب السلطة وطريق التفاعل الرجال مع النساء بالدقة دي رواية ممتعة زي بقى عمل طفوله ووضح فيها التطور في قلم الكاتبة ومنتظر عملها القادم بفارق الصبر وبرضو واحدة من مفاجآت الموسم السنة دي أثر اليعسوب ميخايل عماد عن دار كانت رواية مفاجأة خلطة صحرية ما ينفعش تقال عليها غير كده جريمة ماشي فانتازيا ماشي خيال علمي ماشي قاتل متسلسل ماشي ورواية تاريخية برضو ماشي تعال فاهمك في ملخص القصة والنقاط اللي عجبتني وإن كان برضو لها مراجعة مطولة في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا بنبدأ قصتنا سنة 1898 اللي هي السنة المفقودة من التاريخ تبقى لعنوان الفرع للكتاب البطل بيحاول يمنع جريمة قتل بيقوم بيها قاتل متسلسل بيرتكب العديد من الفظائع جرائم قتل غمضة بدون رابط واضح ما بين الضحايا أو نمط متبع في اختيارهم بس الحقيقة مش هو ده البداية الحقيقية للرواية أو للخط الزمني للرواية للدقة البداية في عصرنا الحالي كاتب يبحث عن فكرة رواية جديدة يوصل له خبر ظهور عمارة من العدم في اسكندرية مش شبح مش تبالد بين يوم وليلة عشان فيه مواد كافية من العدم حرفيا يروح يدفع الفضول ويسكن آه يسكن فيها يلاقي كل حاجة فيها على طراز قديم الأثاث والحوائط حتى البشر وطريقة كلامهم حتى الكهربا مش موجودة كل حاجة خرجة عن طاق الزمن خرجة من الماضي يقابل بعدها العالم بن يمين صاحب العمارة العبقري أجنبي عايش في مصر بيعرض عليه صفقة إنه زي ما نقل العمارة كلها بكل محتواتها من الماضي للحاضر ينقل الكاتب نفسه من الحاضر للماضي عشان يكشف سر القاتل المتسلسل وينقذ بنت العالم نفسه اللي هتقع ضحية للقاتل ده ويمنع حدوث الكارثة أو الكوارث المتلاحقة إيه المقابل الضخم للرحلة المحفوفة بالمخاطر دي؟ إزاي العالم بينتقل عبر الزمن؟ إيه النمط اللي القاتل بيتبعه؟ وهل هو عشوائي ولا ضحايا محددة مسبقا؟ ليه في جرح ثابت على الجسس؟ على شكل حرف V بالإنجليزي؟ ولا ممكن يكون حاجة تانية غير الفي؟ وما هو أثر اليعسوب؟ وهل يعلق بالنظريات الشهيرة بتاعت أثر الفراشة؟ رواية أثر اليعسوب للكاتب ميخايل آماد هي رواية قمود تاريخية بوليسية أو بإطار من الجريمة وحل تعقدها هو سر قوتها نجحت في خلق معيشة ممتعة حبيت معاها العصر القديم يمكن أكتر من الحديث مذكرة الكاتب للكلام ده حبيبتني في التفاصيل تنظيمه الواضح خط الأحداث المترابط الفكرة الخمرانة في دماغه من قبل ما يكتب وتصميم الكتاب نفسه اللي مش هقدر أتكلم عليه عشان الحرب لكن لما تكشفه هتنبسط قوي وتلميح كده ركز في اسم الكتاب وصفحة رقم 6 وسمع الكلام ده وانت ماشي وبالتحديد في الأواخر ومش هوضح أكتر من كده الكاتب موهبة حقيقية أبرزها في الكتاب الأول وأكدها في الكتاب الثاني ومتوقع تكرارها وتخطيها في الثالث وفي الرابع ولأجل كل اللي فات وأكتر مش هقدر أتكلم عليه عشان الحرق بقول إن وجود ميخايل عيماد برواية زي دي مع دار زي كان هي خطوة سليمة في الاتجاهين وتبشر بإنتاج قادم مبهر الرواية كومبو ما ينفعش نعليها جر كده الحقيقة رواية تدق معاك اجتماعية بعدين تقلب جريمة بعدين تقلب بحث بعدين تقلب تقصي بعدين تقلب رواية واقعية يمكن صادمة أكيد وبشخصيات حقيقة تعالى فهمك إزاي في مناقص القصة والنقاط اللي عجبتني وبرضو ليها مراكعة تفصيلها في الديسكريبشن وفي الكابل بنبدأ قصتنا بالبطل فؤاد تاية على وجهه في كورنيش اسكندرية شايف وشوش الناس ومش حاسس بيهم لحد ما بيوصل لبير الأمنيات أو بير مسعود وسبب زهوله هو تفكيره في حبيبته ليان اللي قفلت تليفونها واختفت من حياته بلا مقدمات بيقابل راجل عجوز اسمه عم محمود بيقوله أنا قاعد هنا أسمع للناس احكي بندأ نفهم المشاكل اللي بتملى حياته أم أرستقراطية سيدة مجتمع من الثراء لدرجة إن فيه بروش ألماظ مع ملها مخصوص ولكن أمه دي خلت البيت بارد رغم حبها الشديد ليه ولكنها قوية جمدة بس يطر بتغلف تحت ده إيه وبنعرف إن فؤاد رجل أعمال تحت سلطة أمه اللي عايزة تحتفظ بيه حتى لو حتمنا عنه وحبيبته لأسبابها الخاصة لحد هنا إحنا قدام قصة اجتماعية مكررة لكن إيه اللي هيقلب الأحداث ووصلنا لبدل الجريمة اتنين أيوة حنلاقي اختفاء أمه السيدة كيندا قاسم واختفاء لينحى ببطل بس هل اختفاء بس ولا يمكن يكون في قتل وخطف وغيبوبة كمان أو بالمناسبة الغيبوبة إزاي البطل هيحل الألغاز دي وهو في الغيبوبة مين الطرف الخفي اللي بيتلاعب بكل الحاجات دي وإزاي قدرت الكاتبة تدمج كل الكلام ده في مية صفحة الشرفة الخلفية للكاتبة إيمان مرزوق نوفلة سريعة الإيقاع اجتماعية عاطفية جريمة بدايتها لا توحي بالتقلبات والتعقيدات اللي هتحصل فيها حطت فيها الكاتبة كل نقاط قوتها السابقة من فن القصة القصيرة من رسم المشاعر تلاعب باللغة ونقاط قوة جديدة أول مرة أشوفها فيها باعتبار أن دي أول رواية أقراها للكاتبة وهي الإمساك بالخطوط الدرامية المتعددة الممتدة على مدار الرواية وطبعا إجادتها الفن القصة القصيرة خدمها في عدم الإسهاب ومراعاة التكثيف العمل التالي الرحلة 914 ودي أصغر حاجة معنا تصنف كروية النهاردة صغيرة ولكنها غنية بالمعلومات عن الطيران وعلم النفس والأدوية والفيزياء وغيره 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 في نظام رواقي لطيف وغير تقريري تعال فاهمك إزاي في ملخص القصة والنقاط اللي عجبتني وإن كان لها برضو مراجعة تقصيلية في الديسكريبشن وفي الكارت بنبدأ قصتنا في مطار كراكس بفنزويلا سبتمبر 1992 مع لكوتي اللي عنده 35 سنة شخص طوائي مضطرب نفسيا مهمل في نفسه شوية عنده مشاكل في الثقة بالنفس واتخاذ القرار ولكنه ويا للعجب شغال مرائب جوي في واحدة من أخطر الحاجات اللي ممكن تشتغلها في المطار وهو مسؤول عن توجيه الطائرات في المدرج وبالتالي التحكم في الأرواح لأنه ممكن يتسبب في كارسة زميله في النوبة اللي بيعاني من مشاكل عائلية بس الحياة أنه كل ده مش مهم ومال إيه المهم؟ المهم أن الأجهزة بتصبها لوثة حالة من الجنون بترصد حركة غير عادية لرحلة غير مجدولة بتظهر وتختفي في لمح البصر بدون أي مقدمات وبدون ما تنزل في المطار وبعد الفحص بنكتشف أن الأجهزة سليمة ما فيهاش أي مشاكل ولكن تتكرر الحادثة تاني بعدها بفترة وجيزة ولكن مع تحديد طراز الرحلة نفسه ونكتشف أن ده توقف إنتاجه من أكتر من 30 سنة وكانت آخر رحلة ليه سنة 1955 بالتحديد بعدها بيوصل نداء من طيارة مجهولة لبرج المرأبة بتعرف نفسها أنها الرحلة 914 المتجهة من نيويورك لميامي اللي كان إقلعها سنة 1955 إزاي الرحلة اختفت من الرادارات وكل الأجهزة الملاحية لين حرفت عن مصارها مئات الكيلومترات وإزاي اختفت بدون أثر بدون ما تتحطم وما فيش جسس ولا أشلاء ما فيش أي أثر حرفيا ولا حتى طرف خير وبرغم الجهود الأمريكية وكل المصادر اللي صخرتها الدولة ما قدروش يوصلوا الرحلة دي والسؤال الأهم إزاي الرحلة لما ظهرت بعد المدة دي أعمر ركبها كالنفس يوم الإقلاع كأنهم ما زادوش يوم واحد في العمر رواية سر رحلة 914 الكاتب أمير عادل هي رواية أو للدقة نوفيلا سريعة الإيقاع رغم صغر حجمها غنية بالمعلومات المكثفة في إطار رواقي لطيف جدا فيها مذكرة واضحة للفيزياء الأمراض النفسية وعلوم الطيران ونهايتها كانت قنبلة غير متوقعة للكثير والحقيقة دخلت علي رغم تعدد قراءات اللي انت عارفه عشان كده استمتعت بالعمل ومنتظر عمل الكاتب القادم وآخر حاجة معنا الشهر ده وآخر حاجة في سلسلة حلمي مهران العدد السادس مكلمة مود العدد ده والحلقة دي أنا قلت فيها مفاجأة وقنبلة حصرية الكاتب نفسه ما علنهاش لحد الوقت المفاجأة هتلاقيها في الفيديو اللي في الديسكريبشن وفي الكارل أما أنا ممكن أقول لك لوقتي مناقص القصة وليه هي عدد خاص جدا بنبدأ بحلمي مهران بطل سلسلتنا وفيلمنا اللي جاي فيه عيادة الدكتور النفسي علي وهو لابس قناع بيغطي وشه المشوه الدكتور وشه المشوه لابس قناع ده لي علاقة ببقية العدد لكنه غير مؤثر في قصة النهاردة نركز في الكلام وحلمي بيحكي له الحاجات اللي حصلت له هو في الجزيرة اللي كان فيها في عدد سابق برضو كل الكلام ده مالوش علاقة بالعدد ده ده تمهيد عشان أقول لك حلمي فين دلوقتي الدكتور بيخلع القناع بنشوف تحتيه وشه المشوه اقطع ده كابوس البداء الحقيقية حلمي بيصحى على مكالم التليفون من شخص بيقوله إن خطف طلقته وبنتها من جزها الجديد وابنه منها وبيهدده وهو بيصنع متفجرات في نفس اللحظة وبيدي له أردارات لازم ينفزها لو عايز ينقذهم بتبدأ بأن الطفلة الرضيعة موجودة في مركب بيغرق في النيل يجري حلمي بمطاردات ولهاث مستمر لحد ما يوصل للنيل بمعجزة مش لاقي عربيته يضعر عربية يركب عربية يرحق المركب مش لاقي مركب ياخد مركب بطريقة مختلفة المركب يعطل ينزل يعوم ينهار ويستسلم ويخش في غايبوبة فلاشباك يقوم قاطع أحمد عثمان هنا ويسيبك ويروح للمتصل اللي هو الخاطف اللي نكتشف إنه بيتتبع حياة حلمي مهران بطريقة ميكروسكوبية عامل قوضة عبارة عن غرفة مراقبة الحلمي حياته السوشيال ميديا بتاعته صور من عيلته تفاصيل ومراحل نجاحاته المتكررة كل حاجة حواليه كأنه عايش جواه ونفضل كده على مدار الكتاب كله الخاطف بيدي أوامر لحلمي عشان حلمي يروح من واحد من المخطفين للتاني عشان يحاول ينقذوا النهاية يا سادة رغم كل اللي قلته لك عن قوة وسرعة وإحكام تصميم العدد السادس الخاص جدا من سلسلة حلمي مهران باسم مكلمة موت إلا أن النهاية فقط القصة كلها في العظمة النهاية مجرمة فعلا وتدخل على أعة لعيبة النوع ده من الأدب يعني برغم أنت عارف أنا بقرأ من زمان وبعرف أكتب يعني أنا ممكن أكون هارش حلمي بيعمل إيه أو عثمان يعني بيعمل إيه ولكن أنا ما شفتش النهاية فتقدمت لنا نوفيلا سريعة تخلص في أعدى واحدة متعة ومعلومة وشخصيات سلاسية الأبعاد والتوقات في الحبكة على أعلى مستوى جرعة الحوار زيادة شوية ولكن مقبولة بسبب تصميم شكل العمل تطور شخصية حلمي ونقيده أو الرايفل اللي هو المتصل ممتازة تبشر بقنابل جاية في السلسلة وأنصح بها بشد والحد هنا هيكون خلصت قراءات شهر يناير عشرين أربعة وعشرين زي ما انت شايف روايات ونوفلات وكتب في أنواع كتيرة من الأدب وحصريات كتيرة من معرض الكتاب قبل ما المعرض نفسه كان يبدأ ولي بقى تحمست لإيه من الحاجات دي انت عريت إيه في يناير عشرين أربعة وعشرين قولي في تعليقات نتكلم مع بعضهم استفيد زيك على ستريقات ورشاهده وما راجعت فطلع مجتمع كوكب الكتب يعني أنت لا تنسى تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعني بلايك وتشعر هذا الفيديو أما بعد لا أريد أن تشبع القرارة لأواق وتختار كتابك للجاية صح فهيظهر قدامك سلسلة القراءات الشهرية المجمعة سأتفرج عليها أشوفك هناك سلام شكرا شكرا